اهلا بكم عزيزي طالب طالبات التعليم الفني في حلقة جديدة ورنك في بيتنا مدرسة وحلقتنا النهاردة طبعا هتكون مخصصة لطلبة دبلوم الصناعي تخصص النسيج وطلبة الصف الثالث في المدارس المتقدمة يمكن منهجنا اللي هنتكلم عنه النهاردة هو منهج مرتبط ما بين أو بموجود في نظام الثلاث سنين وفي نظام الخمس سنين بمعنى ان طالب سنة تالتة في نظام الثلاث سنين هو نظام الدبلوم اللي هو النهاية السنة أو المرحلة النهائية بالنسبة له للسنة ده نظام ثلاث سنين بيدرس المنهج اللي هنتكلم عنه وفي نظام الخمس سنين دبلوم الخمس سنين الصف الثالث في المرحلة دي بيدرس نفس المنهج اللي احنا عارفين من أولى لتالتة في النظام الثلاثة ونظام الخمسة منهجنا موحد فبالتالي جميع النوعيات الصف التالت التاني الاول في نظام الخمس سنين يقدر يتابعنا وإحنا شغالين مع نظام التالت سنين زي ما قلنا جميع المواد بتاعتنا واحدة مع عدد التخصصات المختلفة اللي هي مسمى مختلفة ده مش بيكون في تخصص ناسيك بتاعنا بيقع في تخصصات الصناعية الاخرى انا بنتكلم عن مرحلة الدبلوم وبنتكلم عن المتحان بتاعها اللي هو ان شاء الله بعد فترة وبعد نهاية العام الدراسي طبعا بالنسبة لنا او بالنسبة للنظامين هنتكلم بقى عن التلاتة وعن الخمسة في نظام الخمسة يخلي بالهم معنا لان عنده تيرم يعني هو بنيجي في مرحلة بنقف عشان نمتحن التيرم الأولين بتاعنا واحنا شغالين مع مرحلة الدبلوم هنراعي الحتة دي وهنيجي عند الجزء بتاع المتحانات بتاعك ونبدأ نعملك مراجعات فيه يبقى احنا هنشتغل في الدبلوم بجزءين جزء للتيرم الأول وجزء للتيرم الثاني طيب بنظام التلات سنين زي ما قلنا انت متحانك في اخر السنة فبالتالي انت محتاج تتابع كل المنهج اللي تم شرحه على مدار العام الدراسي يعني في نظام الخمس سنين هنتبع معاه كأنه تيرم بالزبط وهنعمل مراجعات في الجزء الخاص بالامتحانات تمام كده وده تكون فرصة لنظام التلات سنين انه يسترجع كل المادة العلمية اللي درسها على مدار التيرم او الجزء الاول من السنة في نهاية الدراسة او في نهاية العام الدراسي هنبدأ مراجعتنا مع امتحانات السنوات النقل اول ما هنبدأ نرجع معهم هنرجع مع الصف التالي عشان انه برضو يكون جاهز للامتحان وفي نفس الوقت هيكون مراجعات بتاعتنا بتفيد وبتخدم الجزء الخاص بتاعنا للنظام الدبلوم بس في بعد ما نخلص الجزء التاني من منهجنا هنبدأ نعمل مراجعات كاملة نجيب من اول المنهج لنهايته عشان مرحلة الدبلوم تبدأ تمتحن وزي ما قلنا قبل كده انه في امتحان الدبلوم بدرس العام الدراسي بالكامل وبروح بمتيحن فيه فبالتالي ده هيساعدني اكتر انه يخلي بالي اثناء عملية المذاكرة بتاعتي على مدار العام طيب بالنسبة لنا كتعليم فني وكامتحانات دبلوم امتحانات دبلوم السنة دي كانت اه كويسة المجامعة كانت عالية بشكل ملحوظ ونسب النجاح كانت عالية برضو بشكل كويس اه اتقابلنا مع طلاب الاوائل وطبعا حلقاتهم موجودة عندنا على قناة اليوتيوب يقدر نتابعها في بعض المواد كمان بتاعتنا ان شاء الله هنحاول ندخلها السنة دي تكون معانا في العام الدراسي الجديد نقدر ندرسها مع بعض هنا على القناة هنعمل حاجة كمان كويسة لجميع الطلبة وان شاء الله هتتلاحز معنا فالايام الجاية في عندنا مجموعة مدارس دلوقتي شغالة على نظام اسم نظام الجدارات او منظومة الجدارات النظام ده او المنظومة دي مبنية على آآ مناهج في الاساس طبعا في بعض الطلبة طبعا بدأت تدخل عندنا عندنا دبلوم السنة دي في اتخاصص بتاعنا آآ في نظام الجدارات آآ تخيل بقى ان انت عندك النظام التلات السنين عادي ونظام الجدارات ونظام الخمس سنين ونظام المزدوج ونظام المهني كمان. فانت عندك مجموعة من الانظمة ومفروض ان انت بتخدمها في العرض بتاع الماضي بتاعتها. فبالتالي احنا بقدر الامكان مغطيين كل النوعيات عندنا على منتديات قطاع التعليم الفني. فيه بنك اسئلة على المنتديات وفيه شرحات موجودة على المنتديات وهنطور ها ان شاء الله السنة دي بشكل افضل. يمكن ده هيساعدنا اكتر عشان خاطر يكون فيه متابعة اكبر منكم. طبعا كان عليها متابعات في السنوات اللي فاتت وان شاء الله محتاجين برضو ان احنا نتابعها عشان خاطر نسترجع نكتسب مهارات خاصة بتخصصنا عشان خاطر نكون قادرين نمر بالعام الدراسي بتاعنا بالشكل اللي احنا عايزينه ونجيب الدرجات كمان اللي احنا محتاجينها لكنا هنكمل فيه التعليم العالي او هننزل سوق العمل في الاساس حاول تكتسب كل المهارات الخاصة بتخصصك اللي هتساعدك على اه انك انت لو نزلت السوق تقدر تشتغل وتقدر تنتج وتبدع كمان. الغرض من اكتسابك للمهارات دي ان انت تتعلم ازاي تعمل الانتاج بجودة عالية. ده غرض مهم جدا برضو عندنا. ان يكون عندك انتاج بجودة عالية. الجودة العالية دي مهمة عشان خاطر المصنع اللي انت شغال فيه او المؤسسة اللي انت شغال فيها تقدر تسوق المنتجات بتاعتك. اللي انت اصلنا اعطاها. طيب. ليه هي عايزة تسوقها? لان هي دفعت فيها خمات ودفعت فيها كمان اجور عاملين وكمان آآ ماكينات. فبالتالي هو ده راس مالها. فبالتالي هم احتاجت ترجع راس المال ده. محتاجة كمان تكسب. وكمان تقدر تدفع لك كمان الجزء الخاص بالاجور بتاعتك. والخمات والحاجات اللي هي جابتها وكمان الخدمات اللي هي بتستخدمها. ان كان اضاءة كهربا مية كل دي خدمات بتبدأ ان هي بتدفعها كمان اثناء عملية الايه? عملية التشغيل. فبالتالي لازم تقدر تسوق المنتج بتاعها. فلو المنتج كانت جودته قليلة مش هقدر ان انا اسوقه فبالتالي هخسر. المصنع يخسر معناها انه هيقفل. معناها ان كل العمال اللي موجودة دي مش هتقدر آآ تتحصى لها لأجور لانا ما فيش شغل. خلاص انت قاعدت لانا ما فيش شغل. فبالتالي لكل ما انت كنت شاطر. كل ما المصنع بتاعك كانت سمعته آآ كويسة في السوق. وكان المنتج بتاعها جيد او ممتاز. قدرت ان هي تعمل اسم في السوق. قدرت ان هي تعمل مبيعات عالية. المبيعات الزيادة دي ممكن تيجي في نهاية السنة. بص تلاقي مثلا الشركة لو كانت شركة بنظام الحافز اللي هو في نهاية العام اللي هو بنسميه الارباح. فهتلاقي ان فيه كمان جزء نزلك في نهاية السنة آآ ارباح على شغلك او شغل المصنع بالكامل طول السنة. طبعا اهم حاجة عندنا في الوحدات الانتاجية او المصنع بتاعتنا لازم يكون فيه تعاون ما بين العاملين. لازم تكون انت متعاون مع زميلك عشان تقدروا تنتجه. الانتاج مش انت الوحدك اللي تنتجه. لأ ده انت وزميلك. فبالتالي كلكم مشتركين في عملية الانتاج عشان كده في نهاية السنة كلكم هتكون مشتركين في جني الارباح. تعالوا بقى نتكلم عن آآ تخص النسيج عندنا. والتخصص بتاعنا ده تخصص من التخصصات المهمة عندنا وفيه اهتمام من الدولة بيه اليومين دول. يمكن فيه مناطق صناعية كتير جدا شغالة على الصناعة الخاصة بالنسيج. فيه تقريبا في كل المناطق الصناعية. فيه بعض المصانع عندنا ويمكن احنا زورناها بنفسنا مبنية او معمولة او اساسها التصدير بس يعني هي حتى انتاجها مش بيدخل مصر لا بالعكس ده هي بتيجي حتى في المناطق الحرة او المناطق الصناعية الحرة كل بيحصل ان المادة الخام بتيجي من بره بتتصنع وبترجع تاني تتصدر مرة تانية فبالتالي ده نوع من انواع الصناعات اللي موجودة عندنا ده غير الصناعات اللي بتتم آآ تداولها او تداول انتاجها داخل دولتنا غير الصناعات اللي اصلا بتصنع بالكامل في مصر وبترجع تتصدر تاني بره فعندي كزا طريقة لعمليات التسويق بعيدا عن التسويق تعالوا نتكلم النهاردة واحنا بنتكلم عن صناعة نسيج هنفتح مادة مهمة جدا من المواد الموجودة معانا السنة ده وهي مادة الالات مادة الالات عندنا زي ما احنا شفناها على مدار العامين الماضيين سنة اولة وسنة تانية كانت بتتكلم عن الادوات والمعادات الخاصة تخصصك النهاردة هنستعرض اه شكل المادة هنتكلم كمان عن امتحانة في نهاية العام الدراسي هنه بنتكلم عن فترة او مرحلة الدبلوم هنكون مخصصين كلاما عليها طبعا نظام التلاتة كده كده نظام الخمسة كلمنا عنه قولنا هنعمله مراجعات وعادي ما فيش مشكلة لكن تعالى نتكلم عن طالب هيدرس كل الموضوعات اللي هنتكلم عليها النهاردة على مدار العام الدراسي وهيسترجعها ازاي وهيكتسب المهارات فيها ازاي وايه شكل الامتحان اول حاجة اللي بنتنقل على الجزء اللي معانا شكل الامتحان الامتحان بتاعي يشبه الامتحانات اللي انت مرت بيها العوامل الماضية بمعنى ان انت هتستلم كراسة امتحان او كراسة اجابة كراسة الاجابة طبعا هيكون كلها مسطارة عادية كل بيحصل معاك انك انت عندك جزء مهم جدا وهو الرسم الادوات او رسم الاجهزة اللي موجودة معاك في قلب الامتحان فانت كلها هيبقى مطلوب عندك انت عندك سؤال هتجاوب عليه وهترسم رسمة كمان معا اجابتك لازم يكون عارف الرسمة عارف الاجزاء على الرسمة عارف حركة التشغيل والغرض كمان من الجهاز بتاعك ولو فيه الاجهزة متشابهة لازم يكون فيه معرفة بالمقارنة وده طبعا هتلاقي عندنا فيه اكتر من مقارنة موجودة عندنا في منهجنا السنة دي تعالوا نتكلم بقى على الاجهزة والمعدات الموجودة عندنا واكتر حاجة موجودة عندي فيه السنة دي اه الجزء الخاص بامرار اللحمة في المجموعة ضخمة من الاجهزة الخاصة بامرار اللحمة تعالوا نستعرضها ونعرف ايه هي وسائل امرار اللحمة وكمان نشوف اشكالها وايه ايه اوضعها وسائل امرار خط اللحمة وسائل مختلفة وكتير جدا بتبدأ طبعا بالحاجة اللي احنا درسناها في سنة اولى وهي عملية النسيج الغرض من الموضوع هنا ان انا بعمل عملية فتح للنفس بمرر خط اللحمة مشكلة هنا ازاي بمرر خط اللحمة هيمرر خط اللحمة هضم اللحمة بغير النفس ايا كان نوع تركيب النسج اللي شغال كده انا بدلت النفس او بدلت الخيوط بفتح النفس مرة تانية وبمرر خيط اللحمة التالي طبعا هنا احنا شايفين السرعة بطيئة طبعا عن مكانات بتاعتنا الكلام ده مختلف نهائي هنا احنا شايفين الخيط هيمر بيمر الخيط بعمل عملية الضم اسناعي الضم فيه طي ورخه طبعا ده اجهزة مش معانا السنة دي حد درسناها السنة اللي فاتت لكن اللي يهمنا هو الجهاز السبب في امرار او اللي هو بيمرر لي خيط اللحمة هنا طبعا وسائل امرار خط اللحمة تنقسم الى طرق ايجابية لامرار خط اللحمة وطرق سلبية لامرار خط اللحمة يعني ايه طرق ايجابية ويعني ايه طرق سلبية احنا كده منتكلم عن جزء مهم جدا في منهجنا وده اللي اساس منهجنا ان شاء الله على مدار العام الدراسي يعني ايه ايجابي ويعني ايه سلبي لما نيجي ندرس الجزء ده وإحنا شغالين هنلاحظ ان عندي فيه اجهزة بتعتمد في امرار خط اللحمة على وجود وسيط الطرق دي اسمها طرق ايجابية وفيه اجهزة بتعتمد في امرار خط اللحمة على عدم وجود وسيط الخط بيمر بدون اي وسيط كل اللي بيحصل له انه بيمر بشكل منتظم عن طريق حاجات احنا هنتكلم عليها كمان شوية الحاجات دي ممكن تكون ضغط الهواء او ضغط الماء يعني الهواء او الماء هو اللي بيمرر الخيط فبالتالي ما بيكونش يمسك الخيط وبنقله بنفسه زي المكوك او زي القذيفة او ما شابه اللي احنا هنتكلم في فبالتالي وسار امرار خط اللحمة زي ما قلنا فيه عندي منها الايجابي ومنها السلبي الطرق الاجابية لامرار خط اللحمة تتميز بالارتباط المباشر بين وسيلة الامرار وخط اللحمة ويظل هذا الارتباط قائما لحين غلق النفس وقبل ضم اللحمة يبقى لازم الارتباط ده هيكون ما بين الاتنين ما بين الوسيط وبين الخيط ارتباط مباشر اثناء الامرار مر الخيط بيبدأ يتنقل للمرحلة اللي بعد كده يفضل لغاية لما النفس يتقفل النفس يتقفل بيرجع تاني الخيط وهكذا او لو كان الخيط مثلا بيشتغل او كان الامرار بيشتغل من اتجاه واحد مع مرور الخيط وقفل النفس والتجهيز لفتح النفس الجديد بيكون انتهى الارتباط ما بين الوسيط وبين الخيط الخاص باللحمة الطرق السلبية لامرار خيط اللحمة هي ارتباط حتمي بين خيط اللحمة ووسيط القذف مش هيبيكون فيه وسيط قذف في المرحلة دي بالشكل الملحوظ لانه عبارة عن فنيات الفنيات دي بتدفع الخيط بشكل معين في الاتجاه المطلوب عشان يمر في الاتجاه الاخر طبعا بيساعد عليه ان انا بعمل عملية شفط قوية عن طريق اللي هو فيه الطرف التاني فبالتالي الخيط اللحمة بيتشد وبيكون جاهز لعملية ضم فين بعد يبقى هنا عندي طرق ايجابية وطرق سلبية هندرس السنة دي او الجزء الاولين من منهجنا طرق الايجابية والسلبية مع بعض طرق الايجابية اللي بتعتمد على آآ نوعين يعني حتى في الاجابة هتتقسم نقص مين طرق ايجابية تقليدية وطرق تقليد آآ غير تقليدية يبقى عندي طرق ايجابية تقليدية وطرق ايجابية غير تقليدية التقليدية اللي لازم يكون بستعمل فيها الجنبين بتوع المكنة ويكون فيه هنا اجهزة امرار او اجهزة قصف وهنا كمان اجهزة قصف واللي موجود في النص ده مكوك يبقى الاجهزة اللي بتعتمد فيها آآ او يعتمد امرار اللحمة فيها على استخدام المكوك او على المكوك نفسه دي اسمها طرق ايجابية تقليدية قديمة يعني طب طرق الايجابية غير التقليدية اللي هي الطرق الحديثة في الامرار مش الحديثة كلها الحديثة الايجابية بس الحديثة الايجابية عندي منها الاستخدام الريبيار بانواعه واستخدام او مكينات السلزر اللي بيستخدم القذيفة اللي اتنين دول بيستخدموا طرق ايجابية في وسيط الوسيط ده ممكن يكون ريبيار ممكن يكون قذيفة بس هنا الامرار من جنب واحد بس يعني جهاز القصف في جنب واحد وهنا بيستخدم الكونة مش بيستخدم بقرة لحمة صغيرة او فيها كمية خيط صغيرة لا ده بيسحب من الكونة نفسها مباشر بيمر في وسط النفس فبالتالي انا بعمل ايه بسحب كمية زي ما انا عاوز بتغطيلي مساحة من النسيج ممكن تعملي مسلا خمسة متر تمانية متر من النسيج بكمية خيط اللحمة الموجودة جنبي فبالتالي انا هشتغل كمية خيط مستمرة فبالتالي هتعملي انتاج مستمري بشكل معين ده يعود على زيادة او يكون القماش المنتج بجودة اعلى من العادي ضغط الهواء والمية او الطرق السلبية اه فيها حاجتين الحاجة الاولى ان الطرق السلبية اللي بيستخدم الهواء لها خمات غير اللي بيستخدمها المية ضغط الهواء له خمات وضغط المية له خمات طب افرق الاتنين دول من بعد زي طبعا احنا على مدار العام الدراسة نتكلم في النقطة دي بشكل مفصل بس انا بديهيا كده انا لو حابب ان انا اشتغل على ضغط الهواء او ضغط المية اعمل ايه في ضغط الهواء لازم استخدم خمات لا يتولد عن حركتها او احتكاكها كهرباء استاتيكية بالتالي هدور على الخمات اللي هي الطبيعية واشغلها فين؟ على ضغط الهواء في ضغط المية لازم ابعد عن الخمات اللي هي لو حصل لها بلل هتعمل مشاكل زي الكتان زي القطن مثلا القطن ممكن يكون بيعمل مشكلة اثناء عملية لفه لكن هو بيستخدم او بيمتص المية بكميات رهيبة فبالتالي عملية تجفيفه هتبقى محتاجة وقت محتاجة مجهود عشان خاطر اسحب منه كميات المية اللي جمعت على سطح الخيوط فبالتالي هيكون عندي مشكلة في استخدام الخمات الطبيعية على المكانات اللي بستخدم ضغط المية فبالتالي الافضل هستخدام الخمات الصناعية اللي هي النيلونات ده هيساعدنا اكتر ان انا الخمات ده ما بتمتصش اصلا المية وفي نفس الوقت هقدر اجففها بالشكل اللي انا عايزه فبالتالي ده هيديني فرصة ان انا ايه استخدم على المكينات اللي بستخدم ضغط المية هستخدم عليها الاف صناعية ومكينات اللي بتستخدم ضغط الهواء هستخدم عليها ايه الياف طبيعية طيب ده مختصر للجزء اللي هنتكلم عنه ده تعالوا نشوف الكلام ده بالتفصيل هنا مثلا معايا الفيديو اللي هيكون معانا دلوقتي هيكون بيديني او بيشرح لي الحركات كلها اللي موجودة عندي او اجهزة امرار خط اللحمة هنا طبعا مكناة سريعة مكناة بتعتمد على القزائف هنا طبعا هنرجع خطوة الورا ونبدأ نشوف المكوك ومصورة اللحمة هنا ده مكوك راكب في مكناة آلي هنا شايفين المكناة النسيج بطيئة شوية الجهاز نفسه مش عريض او بالشكل المطلوب مكناة آآ بتستخدم المضارب السفلية بعد كده هنا آآ ده نوع من انواع الاجهزة الايجابية الغير تقليدية اللي هي بتستخدم الحراب وده شكل البنس بتاعة الحراب هنا طبعا البنسة الاولى الالطرف الاولاني ده الارسال والتانية الاستقبال الكبيرة هي اللي بتاخد الخيط من الكونة والصغيرة بتسحبه منها هنا ده مكناة احنا نبطقين سرعية عشان نشوف آآ التقاء الريبيار في وسط النفس هنا طبعا بيمر الريبيار هنا طبعا هنشوف الوصف بتاعها اكتر هنا هنشوف هنا الانواع بتاعتنا هنا النوع الصلب من جهة واحدة وده بيمرر الخيط لنهاية النفس ويرجع تاني ده طبعا بياخد وقت كبير جدا عشان يروح لنهاية النفس ويرجع هنا ده نوع تاني من الحراب الصلبة وده من الجهتين من الجهتين يعني هيقابلوا بعض في وسط النفس يتبدلوا خيط اللحمة ويرجعوا الاتنين مع بعض في نفس التوقيت يسيبوا النفس هنا نخفط وقت مرور الريبيار في وسط النفس للنص طبعا ده يزود سرعة المكينة هنا ده شكل عملية النسيج على المكينة بيمرر الخيط وده مع عملية الضم وهكذا هنا النوع ده ريبيار مارين بيحصل برضو التبادل وهكذا هنا زي ما احنا شايفين هنا ده شكل الريبيار هنا مش واخد مساحة جنب المكينة وبرضو مقلل توقيت وجود الريبيار في وسط النفس نعلله المخفض للنص نهو بقبل بعض في وسط النفس فانا بالتالي ما بستهلكش كل الوقت للامرار هنا ده نوع تاني من انواع الريبيار وده اسمه الريبيار التلسكوبي وده بنوع من انواع الريبيار لكنه طبعا الاستخدام لانه مشاكله التقنية كتير جدا وبرضو هنا موجود في الاتجاهين هو يشبه في حركته اريال الراديو فبالتالي ده نوع من الانواع اللي موجودة عندنا اللي موجودة عندنا في بعض المصانع لكن انا ما شفتهاش بصراحة هنا في مصر هنا طبعا ده نوع تاني من انواع الاجهزة وده اللي بيستخدم القذائف القذيفة قطعة معدنية صغيرة لها موصفات ولها اجزاء رجبة فيها بتعمل على الامساج بخيط اللحمة بيتم ضربها عن طريق مضرب صغير بتطير في وسط النفس بيساعدها على الطيران والحفاظ على الاتجاه عناصر التوجيه الموجودة قدام المشت بتمر وتوصل للجهة الاخرى بعد كده بتسيب خط اللي احمل معاها وبتنزل وتسقط عشان تنتظر الحدفة التالية عدد القذيفة طبعا في الجهاز اللي فات بيعتمد على عرض الماكينة هنا ده النوع اللي بيستخدم الهوى او المية الاتنين بيستخدموا نفس الشكل والتقنية بيعتمد على آآ فنية رئيسية وبيعتمد على نطوء موجودة على ابواب المشت وعلى فنيات مساعدة موجودة عنه هنا ده النطوء اللي بنتكلم عليه اللي موجود في ابواب المشت او بشرات المشت هنا كمية الخيط اللي بيسحب من الكونة مباشرة فبالتالي بيسحبه ويجمعه على خزان اللحمة خزان اللحمة بيسحب كمية الخيط المطلوبة بيتم شفطه بيتم آآ امراره في ابواب او قدام ابواب المشت وبيتم الحفاظ على الاتجاه عن طريق دفعات من الهوى المتقطع اللي طالع من الفنيات المساعدة وبيمر الخيط في الاتجاه التاني وبيساعده على الفرد جهاز شفط في الطرف التاني هنا طبعا دي الفرق ما بين سرعة الماكينة اللي كانت موجودة معايا من شوية اللي كانت الماكينة التقليدية وسرعة الماكينة اللي شغلت ضغط الهوى السرعة عالية جدا المشت مش شايفينه من السرعة بتاعته بالتالي آآ انا هنا حصلت على منتج بجودة عالية وفي وقت قليل وبسرعة كمان فبالتالي انا هنا ظهر معايا الفرق ما بين الشكلين وبين العوضاع الخاصة بالماكينات هنا انا بتكلم عن طرق امرار يمكن زي ما احنا قلنا كده في بداية الكلام ان الجزء الكبير من منهجنا هو اجهزة امرار بالتالي لما يجي اتكلم معاك فيها هيتكلم عن مقارنات كتير ما بين اجهزة الامرار وبعضها وهتكلم عن رسومات وهتكلم عن انماط واشكال موجودة عندي في النوع ده من الاجهزة والماكينات آآ زي ما قلنا كده انا انا عندي آآ اكتر من جهاز عندي مضارب علوية وعندي مضارب سفلية وعندي الاجهزة بيستخدم عمود للتواء لالقزائف وعندي الريبيار بانواعه طيب بعد يوم طبعا عندي نظام الهواء ونظام الوية اجهزة تشبه بعضها في الشكل وكمان المظهر فبالتالي انا هنا بتكلم عن سرعة عالية للمكينات مطلوبة وده طبعا بيحقق اهالي الايه المكينات الهواء هنا بنتكلم عن الطرق الاجابية لامرار خط اللحمة انا عندي منها آآ اكتر من نوع وعندي لها مميزات مميزاتها الارتفاع بعدد دورات مكينات النسيج ليتعدى سبعمائة وخمسين دورة بالدقيقة ده اول حاجة تانية حاجة الارتفاع بعدد الوان خيط اللحمة ليصل لتمن الوان تمام؟ في الظروف العادية ويصل لتمنتاشر لون في اقمشة الجبلان يبقى انا كده ايه؟ عارف ان انا اقدر اوصل او ازود الالوان بالشكل المطلوب بعدد كده الانخفاض بدرجة الضوضاء للحد المسموح يبقى انا كده ايه؟ بخفض الضوضاء للحد المسموح بالنسبة لي لما اشتغل النوع ده من الاجهزة بعدد كده عندي طرق ايجابية تقليدية لامرار خط اللحمة بواسطة المكوك وعندي فيها نوعين نظرات القصف بتاعتهم عموما هتكون عبارة عن توليد طاقة ميكانيكية كافية وبشكل مفاجئ وخلال فترة زمنية قصيرة جدا ليه؟ عشان اقدر انا امرر الخيط من اتجاه لاخر طبعا الكلام ده بيتم من خلال ايه؟ من خلال كامة مسبتة على العمود الرئيسي والتي تتعامل مع كامة القصف الاخرى بتوقيت ثابت وخلال فترة زمنية محددة يبقى هنا انا بتكلم عن انتاج او تخزين كمية بشكل مطلوب وافرغها او تفرغها في الايه؟ المكوك عشان يطير بالسرعة المطلوبة من اتجاه لاخرى الكلام دوت مع الطرق الايجابية كلها ممكن تكون شغالة مكوك شغالة قذيفة اما الريبيار له وضع تاني انا مش محتاج لان اكون اه قوة لا ده انا كمان شغال في مطور صغير هو اللي بيعمل عملية الفرد والجامع يعني هو بيخرج الريبيار وبيرجعها مرة اخرى تاني لاخزنة بتاعتها او الخزان بتاعها فانا كده بتكلم عن اجهزة امرار الاجهزة دي مختلفة كتيرة ومتنوعة بالتالي هتاخد جزء كبير جدا زي ما قلنا من المنهج بتاعنا طيب وانا انا ليه بتكلم عن اجهزة الامرار بالشكل ده طب انا مش درست السنة اللي فاتت كنت بدرس جزء خاص بفتح النفس واخدنا كل الاجهزة بتاعته واخدنا انواع النفس كمان النهاردة انا بتكلم عن الامرار نفسه في وسط النفس ده وقلنا عندي اشكال كتيرة جدا من عمليات الامرار اللي كان ايجابي او سلبي وكمان فهمنا وعرفنا الكلام ده هيتم ازاي وكل جهاز من الاجهزة بتاعتنا دي او لو حتى في بعض الاحيان هنجمع جهازين مع بعض هيكون لهم حلقات منفصلة عندي في قلب الايه في قلب الحلقات بتاعتنا طبعا انا هنا بتكلم عن جزء كبير جدا من منهجنا وبيتكلم عن طرق ايجابية وطرق سلبية وكمان بيتكلم عن اجهزة ومكينات ومهدات موجودة عندي في المنهج بتاعي هنا طبعا زي ما قلنا انا عندي طرق كمان بيستخدم القلبات كانت القلبات الرأسية احنا متكلم بقى عن جزء اللي هو بيستخدم في الانوال الادية ذات المضارب السفلية للنسجة الامشة التقيلة والانوال العريضة والانوال اللي بتحتوي على قلبات رأسية القلبات الرأسية لها اشكال كتير وكمان مهم جدا انا اتعامل معاها عشان خاطر ان انا افاهم او افاهم عليها هنا انا بتكلم عن المكوك وبتكلم عن الشكل بتاعه وكمان بظهر او محتاج ان انا اوصل لكمان الجزء التاني من منهجي وهو القلبات القلبات بتاعتي اا مهم جدا ابقى فاهم معارف عنه قلبات انا عندي قلبات اااا الجزء اللي بنتكلم فيه عندي قلبات رأسية وكمان عندي قلبات دائرية والجزء ده هيكون رقم اتنين من منهجنا رقم اتنين من منهجنا بمعنى انه هو المرحلة التانية من المنهج بتاعنا المرحلة التانية دي بتتكلم عن وضع الوان اكتر في قلب النسج الألوان اللي أنا هستخدمها دي بتعتمد على أجهزة شغلتها تغير الألوان الألوان اللي موجودة عندي أو الأجهزة الميكانيكية اللي موجودة عندي سواء كانت تأليدية أو سلبية أو إيجابية أي أن كان نوعها بتعتمد على جهاز من الأجهزة اللي موجودة عندنا الأجهزة بتاعتي بتكون ممكن تكون آلية بتقلب الألوان بشكل آلي وده طبعا بيديني فرصة أن أنا أغير الألوان وده بيديني أكبر عدد من الألوان ده طبعا بستخدمه في الأجهزة الحديثة اللي هي بيقدر أركب عليها جهاز ألوان يشيل أكتر من خمس ألوان ثمان ألوان وبالتالي هيديني فرصة أن أنا أشتغل على ألوان أكتر يزود الألوان في عرض الأماش فبالتالي ده يساعدني أكتر في التجهيز للنوع ده من الماكينات وده طبعا هيديني فرصة أكتر كمان في عمليات التشغيل لو طلعنا على جزء مهم جدا مثلا على ماكينات اللي بيستخدم ضغط الميا وضغط الهواء لو تكلمنا عن الشغل بتاعها أو الجهاز نفسه تعالوا نتكلم عن ضغط النفس للهواء ونرجع كده مع الفيديو اللي معنا هنا ونتكلم هنا هنلاحظ أن هنا لما جينا نتكلمنا عن كمية اللحمة اللي بتمر في وسط النفس اللي شغال في ضغط الهواء والميا ده هنلاحظ أنها كمية متحضرة من الأساس وموجودة عندي في الخزان الخاص باللحمة يمكن لسه ما شايفيني الجزء ده من شوية لكن تعالوا كده نشوف كمية اللحمة اللي احنا بنسحبها ونمررها في وسط النفس زي ما قلنا الفنة الرأسية بتدفع كمية خيط اللحمة والفنيات المساعدة بتساعدها على المرور في الاتجاه التاني النوع ده من الماكينات زي ما قلنا بيزود سرعة الماكينة بقدر الإمكان تعالوا نشوف جزء مهم جدا معنا وهو أنا متكلم هنا عن ضغط النفس للهواء والميا بيشترك أسلوبية إدخال اللحمة في النفس عن طريق الضغط النفس عموما في سحب وحمل خط اللحمة بطريق الاحتكاك مع الانزلاق يعني الفتلة نفسها ودخل النفس بتحتك وبتنزلك كمان في نفس الوقت ده طبعا اللي بيساعدني على إمرارها بالشكل المطلوب في وسط النفس بتعتمد درجة احتكاك الانزلاق دي على موصفات خط اللحمة بمعنى أصح الخامة نفسها اللي شغالة معايا لو هي خامة صناعية غير لو كانت خامة طبيعية احنا قلنا طبعا بيتولد عن الخامات الصناعية حاجة اسمها كهرباء استاتيكية وده طبعا بيساعدها أن هي أول ما بتاخد الشحنة دي على سطحها بتبقى سهل أن هي تجذب أي شعيرات أو أي غبار أو أي أتربة موجودة في الصلاة بالتالي لو حصل الكلام ده هلاحظ أن هي كمان بتلتصك بأي حاجة موجودة معاها على الماكينة وده طبعا هيؤدي لإنتاج بشكل سيء وأنا طبعا محتاج أن الخط بتاعت اللي هتم إنتاجها على النوع ده من الماكينات يكون آآ شكلها آآ كويس فبالتالي لازم أخلي بالي من الحتة دي أثناء عملية لإيه النسيج أن أنا أشتغل مع خامات تكون بمواصفات كويسة وسيلة ضخ اللحمة عندي لازم أخلي بالي منها وسيلة الضخ اللحمة دي طبعا ممكن تكون آآ بالضخ مية أو بالضخ هوا تعالوا نتكلم عن وسيلة الضخ في ضخط الهوى بتديني دفعات من الهوى المضغوط متقطع وموجه ليه يوجه؟ ليه يوجه خيط اللحمة داخل النفس ضخط المية هو دفع مائي متقطع وموجه ليه يوجه خيط اللحمة داخل النفس يبقى أنا كده عرفت الفرق ما بين ضخطين الهوى والمية طيب جهاز التحريك أو جهاز الدفع جهاز التحريك أو جهاز الدفع ده هو من ضمن الأجهزة المهمة عندي على المكينة وهو اللي بيقوم بدفع الخط بالشكل المطلوب تعالوا نشوفه كده هو عبارة عن صمام الصمام ده هو جهاز يطلق ضغط الهوى بغرض قصف اللحمة بطريقة متحكم بها ومتقطعة بعد كده عند الترمبة ده جهاز ينتج ضغط مائي متقطع بغرض قصف اللحمة يبقى هنا واحد للهوى والتاني للمية الفنيات ودي فنيات موجودة قدام بشرات المشت شغلتها الأساسية إن هي بتطلع ضفعات من الهوى أو ضفعات من المية هنا بقى الفنيات الأمامية اشتركت مع الهوى أو مع المية الغرض منها نقل أو حمل الخيط من الجهة الشمال للجهة اللي مين أثناء عملية نسيك طيب أنا كده وأنا بحط كل الأجزاء دي والأجهزة دي مع المكينة هي المكينة بنفس شكلها لا ده المكينة شكلها اتغير تماما حتى الأجهزة المساعدة لها اتغيرت بمعنى إن أنا عندي كمية الجهاز نفسه عنده المساحة اللي واخدها طيب أنا دلوقتي عندي جهاز النسيج أو مكانة النسيج موجودة في مساحة العادية بتاعت أي مكينة نسيج عادية جنب المكينة فيه إيه بقى إذا كانت المكينة شغالة بنظام ضغط الهوى هيكون موجود جنبها فيه خزان الخزان ده للهوى بيعتمد على الضغط الهوى جواه أو فيه كومبروسر بيضغط كميات الهوى المضغوط جوا الخزان ده والخزان ده بدوره بيطلع ضفعات الهوى المطلوبة للمكينة طيب أثناء عمليات النسيج هو الخزان ده إذا فيه كمية هوى تغطي كمية النسيج الموجودة لا ده الكمبروسر الموجود ده عشان كل ما الضغط الهوى اللي موجود جواه خزان الهوى ده يقل يزوده تاني ويفضل على نفس مستوى إيه الضغط الهوى الموجود ده فكرة موهمة جدا لازم تكون موجودة عندي عشان خاطر تفضل دفعات الهوى بنفس القوة بتاعتها على المكينة طيب لو قلت الدفعات لو ضغط الهوى قل والدفعات الخارجة من أو كمية الهوى اللي أنا بسحبها من الخزان الهوى قلت ضغط قل كمية الدفع أو قوة الدفع المطلوبة لخيوط اللحمة هتقل بالتالي الخيط مش هيتنقل بالشكل المطلوب بالعكس هتلقى إنه هو ممكن يكون الدفعات نفسها ضعيفة فبالتالي مش هيقدر ينقل خيط اللحمة من الجهة الشمال لنهاية الجهة اللي مين حتى جهاز الشفط اللي في الطرف التاني هيجي يشفط هيلاقى إن الموضوع صعب عليه مش قادر يقوم بعملية شد خيط اللحمة وده هيعمل معايا مشكلة كبيرة أثناء عملية إيه النسيج فبالتالي كل اللي هيزيد علينا وطبعا ده بنشوف الجهاز ده موجود عندنا في المدارس على فكرة هنلاحظ مكنة النسيج وفيه خزان ضخم موجود في طرف الورشة وهنلاقي جنبه ومطور كده صغير بيساعد على ضغط الهوى جوه الخزان ده وفيه لوحة بتتحكم في الضغط برضه موجودة جنب الخزان وفيه مواسير نقل هوا ما بين الخزان وما بين مكنة النسيج طب المكنات اللي شغالة بالهوى وعرفناها وعرفنا فيها خزان هوا مكنات المية بقى مكنات المية فيها خزانين خزان للمية وخزان لضغط الهوى لأن المية هتتنقل بضغط الهوى فبالتالي هتعمل على ضغط المية دي ونفسها أو بخها بشكل معين عشان تقدر تدفع الخيط بالقوة والشكل المطلوب فبالتالي إذا كان عندي مية موجودة أو بيتم دفع اللحمة بيها على المكينة يبقى أنا محتاج جهاز تاني يجفف المية دي فبالتالي هنلاحظ أن أولا المكنات متغطية من الأمام عند مصند الصدر بغطى من المادة ممكن تكون مادة بلاستيك أو زي ما تسميها مادة زي الأكريليك كده بس المهم هي مادة بلاستيكية شفافة عشان أقدر أتابع اللي بيحصل على المكينة وفي نفس الوقت جهاز التجفيف موجود عشان يجفف بيتطلع ضفعات هوا سخت عشان يجفف كمية اللحمات اللي تم نسجها فبالتالي لازم ده الفرق ما بين الجهاز الهوا وجهاز الماية جهاز الهوا فيه خزانة هوا أما جهاز الماية فيه خزانة هوا زائد ميا زائد جهاز التجفيف زائد غطى عند مصند الصدر تعالوا نشوف بقى جهاز توصيل الأشعة الهوائية جهاز توصيل الأشعة الهوائية اللي موجود فيه النوع ده من الماكينات ده عبارة عن مشت نسجي مقطعي ويكون المشت كمان بتاعي كمان بيكون فيه نطوئات ده بتكون موجودة عند بشارات المشت يكون لبشارات هذا المشت شكل يسمح بتكوين قناة لتوصيل ضفعات الهواء تمام كده؟ ده النتوق اللي احنا شفناه من شوية عندي في الفيديو اللي كان معان قناة التوصيل هي مجرى مكونة من مقاطع وموضوعه أمام مشت اللي ايه المشت النسجي ووظفتها تمرير ضفعات الهواء ده اللي ايه القناة الخاصة بالتوصيل بعد كده أجهزة لإعداد قصف اللحم دي الأجهزة الخاصة بيه عملية الايه الشفت والامرار الموجودة أمام المشت مطور سحب اللحمة ده لسحب خيط اللحمة لعملية القصف من البكر بما يناسب عرض القماشي المطور ده اللي موجود عندي عند الخزان خزنة الايه خزنة اللحمة انا بسحب من الكونة كمية لحمة مطلوبة لعرض الايه النسيج بمعنى صح لو عرض المكانة متر ونص هنلاحظ ان الخزان هيسحب لي كمية لحمة طلها متر ونص خلي بالنا ان فيه مسافة ما بين الخزان والايه وبداية الطرف السدى والمسافة بتاعت السدى كلها فبالتالي هو بيسحب المتر ونص زائد المسافة اللي هو هيرجع بها تاني اللي هي دايما بيسحبها لعملية السحب اللحمة والقطع مرة تانية فبالتالي الجهاز بيعمل حسابه على كل حاجة المهم بيسحب لي كمية اللحمة المطلوب حيث لما تمر اللحمة فيه مقص بيطلع بيقص اطراف اللحمة عن طريق اللي ايه فيه اه براصل او جهاز عمل البراصل في الجهة الشمال والجهة اللي مين من السدى فبالتالي هنلاحظ ان الاقمشة اللي بتتم او بيتم نسجاه على النوع ده من الماكينات كل الماكينات الحديثة مش الماكينات اللي هو المايا بس هنلاحظ ان اطراف الاقمشة عبارة عن اطراف ايه خيوط فبالتالي هي مش هتنصرم منك مش هتتسحب منك لما تكي تسحبها بالعكس ده هتطلع اطراف الخيوط في الشمال على القمشة في الشمال والليمين هتبقى عامل ازا يكون فيه اطيفة ركبة في البرصل بتاع القمشة لكن هي عبارة عن اطراف اللحمات اثناء عملية قصها عن طريق الايه المقص فالمقص بيقص على الطرف السدى بالزد فبالتالي بتزهر القمشة بالشكل اللي احنا بنشوفه عليها ده بعد كده عندي جهاز التخزين بقى اللي احنا بنتكلم عنه اللي هو بيسحب كمية قط اللحمة بالشكل المطلوب هو جهاز بيخزن طول اللحمة المكذوفة تحت ضخ قوة الدوران وذلك لتقليل كم المقاومة الذي يواجهه جاء آآ قصف اللحمة طب هنا بيتكلم عن جزء مهم جدا وبيسحب كمية خط اللحمة كمية الخط ديت بتبقى زي ما قلنا ممكن تكون متر ونص مترين حسب عرض المكينة ممكن توصل لغاية اربعة متر بيخزن الكمية دي ويخليها جنبية طيب كلام ده ليه عشان لما بيجي يسحب الكمية دي ما تحصلش اي عاقة من الكونة يعني ممكن انا جانا سحب من الكونة الكونة عاكني اثناء عملية السحب الخزان بيه القوة المقاومة بتاعة سحب الخيط من الكونة هو بيمتصها في الجزء اللي هو بيسحب منه كمية الخيط طب عملية السحب بقى من الخزان لوسط النفس هنا هيسحب الجزء الخاص بجهاز السحب اللحمة سواء كانت ضغط الهوى ضغط المية قذيفة ايا كان نوع عملية السحب بيسحب بسلاسة من جهاز التخزين مش يبقى فيه اي عاقة فبالتالي هو مدي له كمية اللحمة المطلوبة فهو يسحبها مرة واحدة فبالتالي هيكون سحبها بسرعة فمش هتأثر على عملية الانتاج وتفضل الانتاج بنفس الايه بنفس المنوال اللي عليه فبالتالي هتكون عملية الانتاج سريعة وفي نفس الوقت انا خدت برضو كزء من الجودة بتاعت لان انا طمنت على كمية الخيط المسحوبة من الكونة قبل اه امرارها في وسط الايه النفس ده طبعا الشكل اللي احنا بنتكلم عليه بالنسبة ليه الجزء الخاص بعملية الامرار هنا انا بنتكلم عن جهاز اختيار الالوان او جهاز الالبات اللي هو مفروض جزء تاني من منهجنا بس هنا مش هناخده على جهاز الالبات نفسه اللي احنا هناخد جهاز اختيار الالوان الوتوماتيكي اللي موجود عندي على مكانات الهوى والمية وكمان على المكانات الحديثة عمومة جهاز اخترق الالوان او جهاز تغيير الالوان زي ما احنا بنسميه أو القلاب الأوتوماتيك ده بيعتمد على جهاز بيحضر له أو بيقول له الكونة اللي فيها اللون الأحمر هي اللي عليها الدور دلوقتي فنزلها قدام جهاز التخزين أو السحب اللحمة عشان يسحب منها خيط اللحمة أنا ممكن يكون عندي خمس ألوان، ثمان ألوان، عشر ألوان حسب الموديل الماكينة حسب كمية الألوان اللي تقدر تركب على الماكينة دي وفيه جهاز تاني مسؤول عام زي جهاز الدوبي كده شغلته إنه يشغل اللون اللي عليها الدور في التوقيت بتاعه فبالتالي أنا كده بسحب من جهاز الألوان ده كمية الخيط المطلوبة من كل لون طيب هل جهاز الألوان لو أنا ما عنديش ألوان اللحمة من لون سادة بشغله ولا بسيبه وبخلي كنا واحدة اللي شغالها بقول لك الأفضل أنا شغل جهاز الألوان حتى لو أنا شغال سادة ليه؟ هيديني فرصة إنه أشتغل كمية لحمة كتيرة وكبيرة لو الكونة بتعمل خمسة متر عشان أغير الكونات بعد شوية محتاج كل خمسة متر أغير كونات ده إحنا بنقول مثال إحنا مش متكلم على الطبيعة لو الكونة اللي ركبة على المكنة بتشغل خمسة متر والخمسة متر دول بيخلصوا على المكنة في نص ساعة يبقى أنا كل نص ساعة عايزة أفغير الكونة الكلام ده مش هينفع عندي على مكانة النسيج لأ ده أنا محتاج أشغال على الأقل ساعتين تلاتة عشان أبدأ أغير الكونات فبالتالي هيركب أكتر من كونا على المكنة وهشغل جهاز تغيير الألوان معنى كده لو الكونة هشتغل نص ساعة لو أنا حطيت ست كونات هشتغل ايه؟ تلات ساعات متواصلة من غير ما غير الكونات ده يساعدني على استمرار عملية التشغيل ويساعدني على زيادة جودة المنتج اللي طالع لأنه مش هوقف وغير واعمل لا ده أنا هاخد وقت عشان خاطر أن أنا ايه؟ عشان خاطر أن أنا أشتغل الكم ده كله من القمش ده طبعا ميزة هتكون عندي أن أنا أتشغل جهاز تغيير الألوان على المكينة أسنى عملية تشغيل الجهاز ده ملحق بالمكينات ذات الألوان المختلفة والخاصة بغرض اختيار خط اللحمة فتضع النفاسة أمام أشعة ضخ الهواء أو الماء يبقى أنا كل اللي بعمله بقى أسحاب الخيوط دي وارميها قدام ايه؟ قدام ايه الجهاز الضغط النفاس ده بالنسبة ليه جهاز تغيير الألوان الوتوماتيك هنا طبعا ده شكل المكينة أسنى عملية التشغيل هنا طبعا شكلها الطبيعي دي مكانة هوا بيتم تشغيل آآ زي ما احنا شايفين السرعة عالية جدا آآ عملية الطي زهرة جدا على المكينة وشايفين عملية السح وكمان عملية النسيج وهنا طبعا زي ما احنا شايفين زي ما قلنا السرعة العالية جهاز عمل البراسل والمقصة وهو موجود المقصة هنا في المكان ده وهنا جهاز عمل براسل اللي قماشة شفافة لان هي معمولة من خيوط رفاعة جدا تشبه القماش الشاش طبعا فيها قماشة زي دي كتير جدا موجودة في السوق طبعا لها مواصفات خاصة وطبعا لها مكينات خاصة آآ عشان تقدر تصنعها بالشكل مطلوب طبعا زي ما احنا شايفين المكينة السرعة بتاعتها عالية آآ اقصى السرعة موجودة دلوقتي في السوق ودي شفتها موجودة على آآ يوتيوب آآ بتوصل لالفين وتلتميت حتفة في الدقيقة وده طبعا رقم رهيب جدا تخيل كم اللحمة اللي بيترمي قدامك على النوع ده من المكينات تيمكن هنا احنا وصلنا للجزء الخاص بالترمينة الاول وهو آآ امرار خط اللحمة وكمان القلبات في الترمي التاني طبعا زي ما انا شايفين وبنقفل على امرار اللحمة والقلبات وبنتكلم عن جزء مهم جدا في جزئنا في الترمي التاني هو الاجهزة الخاصة بالتغيير مواسير اللحمة اوتوماتيكية اللي هو جهاز البتر وده بياخد مساحة كبيرة جدا من منهجنا في الترمي التاني بعد كده الاجهزة اللي هي الحساسات الخاصة باللحمة سواء كان الاجهزة الكهروضوئية او الشوكة الجانبية او الشوكة الوسطى بعد كده اجهزة عمل الوبرة المشت السابت والمتحرك وكل المكونات اللي بتقدر نهاية تعمل الانسجة دي طبعا ده كان عرض مفصل لمنهج مادة الالات على مدار العام الدراسي بالنسبة لصف التالت في نظام الخمس سنين ونظام التلات سنين نخلي بالنا من المادة دي اللي بنجي من المتحنها لازم يكون عارفين الرسمات طبعا هنستعرض معكم الرسمات ان شاء الله مع بداية الحلقات المنهجية هنشوف ازاي اعمل اه ارسم الرسمة وايه هي رسمة مطلوبة وزي هحط الاجزاء عليها عشان تكون شكلها كويس وصح واخد اه اخد الدرجة عليها وكمان اهم حاجة عندي شرح حركة التشغيل اهم كمان اه نقطة بعد كمان الرسم انا لو رسمت كويس وحطيت الاجزاء اقدر اجيب حركة التشغيل من على الماكينات ازاي كنت محتاج ان انا اه اعدي المرحلة بتاعت دي بدرجة كويسة وبدرجة تسمح لي ان انا اه اوصل للتعليم العالي محتاج اتعلم مهارات كتيرة جدا اثناء العام الدراسي وطبعا اخلي بالي منها وطبعا بنخلي بالي منها مذاكرتنا وهنتابعكم طبعا على مدار العام الدراسي وطبعا في اه مواقع كتيرة ومهمة جدا عشان تقدروا تتابعونا عندنا منتدات قطاع التعليم الفني دي موجودة عليها مش تخصصنا بس جميع تخصصات الفنية صناع زراعي تجاري فندقي طبعا دي اه كل ما وطلوب منك بس تكتب في عمليات البحث منتدات قطاع التعليم الفني بيفتح لك المنتدر الرئيسي بتفرع منه كل المنتدات الخاصة ببقية النوعيات بعد كده عندنا قناة اليوتيوب الخاصة بالتعليم الفني اسمها على اليوتيوب قناة مصر للتعليم الفني قطاع التعليم الفني وطبعا الروابط هنبدأ ان احنا ننشرها لكم ان شاء الله على القناة وكمان زي ما قلنا عملت البحث بسيطة جدا وسهل جدا ان انا اوصل للقناة وللمنتدات في المنتدات هقدر اتابع كمان بنوك الاسئلة اللي هتساعدني في نهاية العام الدراسي او في فترة الامتحانات ان انا اقيس او اقيم اللي انا اتعلمته فيه على مدار العام بتاعي واقدر اكون جاهز للامتحان اهم حاجة نخلي بالنا الامتحانات ان شاء الله تكون بسيطة وفي النهاية طبعا احنا المهم عندنا والاهم ان انا اكتسب المهارات يعني الجزء اللي انا باخده في العملي مهم جدا بيساعدني على اكتسب المهارات نخلي بالنا من اكتسب المهارات هي اللي هتساعدنا في السوق العمل لما ننزل لسوق العمل ان شاء الله وطبعا في نهاية حلقتنا طبعا بنقولكوا تابعونا في الحلقات الجاية ونخلي بالنا من المهارات اللي هنكتسبها وفي النهاية بنتمنى لكم التوفيق وإلى اللقاء